معي منبون الألمانية جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مساء الخير أهلا بك معنا سيد جاسم ماذا نفهم بداية من هذا الإعلان اليوم؟ تأثرت الدول الأجنبية؟ باتت هذه التنظيمات أخطر من ذي قبل؟ أم كان ضروريا ولكن تأخر هذا الإعلان؟ ربما الخيار الثاني أن هذه الإجراءات كان يفترض أن تتخذها محركات الإنترنت أغرسها كوجل، فيسبوك، كذلك السوشال ميديا الأخرى ولكن للأسف أن هذه المحركات لم تدرك أو لم تدرك أيضا إلى الضغطات التي كانت تقدمها خاصة دول أوروبا بعد 2014 وانطلاق التحالف الدولي أيضا فإذا نجد أن هذه الخطوة هي مفيدة جدا لكن جاءت متأخرة يذكر بأن هذه الخطوة جاءت نتيجة الضغطات أوروبية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي بعد أن شهدت بدول أوروبا تجديد أعداد كبيرة من الشباب والانزلاق إلى التطرف فإذا هي خطوة مفيدة رغم أنها جاءت متأخرة كيف ستكون مفيدة؟ خاصة أن نتحدث عن أهم المواقع حرب بكل معنى الكلمة كيف ستكون مفيدة؟ حذب المحتويات ليس فقط العنوان وليس الصورة وليس البصمة الرقمية سوف يكون هناك القراءة إلى المحتوى بالإضافة إلى التقنية التكنولوجية الفنية التقارير كشفت بأن هذه السوشيال فيديو ومحركات الإنترنت بدأت تحتمد على خبرات بشرية وعلى كادر يجيد اللغات بمختلف أنواعها إضافة إلى ذلك كانت تحتمد على مهندسين بالتقنية فقط الآن بدأت تتعامل مع خبراء في مكافحة الإرهاب كذلك تتعاون مع محللين في موضوعات الإرهاب إضافة إلى ذلك التعاون مع مؤسسات وحكومات معنية في مكافحة الإرهاب فإذا الموضوع لم يعد موضوع تقني بقدر ما تكون سياسة جديدة في محاربة التطرف هو مضمون بنتائج هذه الحرب كما يقول كل الخبراء اليوم ورأيك بهذا الموضوع طبعا زي جاسم ولكن فيما يتعلق بالوقت يستغرق الكثير من الوقت أم ليس بالضرورة خاصة بعد ما نتحدث عن هذه الشراكة موضوع إذا تحدثنا من ناحية فنية عملياتية فحذف المحتوى أو العناوية المتطرفة يجب أن تكون في أقل من 24 ساعة حتى لا يتم تداودها ولذلك كانت هناك أيضا أفضل قوانين من دول أوروبية بأنها سوف يعني محركات الإنترنت عندما لا تقوم بحذف المحتوى خلال 24 ساعة تكون هناك غرامات وهذه الغرامات المالية تقدر بالملايين فلذلك يجد أنه موضوع الوقت أيضا وحذف المحتويات بسرعة بالتأكيد راح يكون واحدة من الأولويات التي تمنى الاتفاق عليها ما بين الحكومات ومحركات الإنترنت يعني فيه بس اللي أتأكد من حضرتك فيه موضوع الحرب بأكملها أنا أتحدث ليس فقط كم تستغرق البيانات والمعلومات وحذفة بأكملها وكيف بالتالي ستكون انعكاساتها على وإنها ستتم طبعا بموازات هذه الحملة العسكرية ضد هذه الجماعات الإرهابية بأكثر منطقة طبعا نلاحظ الآن الدعاية المتقربة بدأت تتقلص برغم أن هذا التنظيم يحاول أن يلتف إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال منصات وحسابات أخرى لكن أجد أنه بدأت تأتي بثمار أفضل بحيث نلاحظ أنا شخصيا لاحظت هناك اختفاء الكثير من رأيات تنظيم داعش وكذلك محتويات القتل فأجد أنه تدريجيا هناك نتائج وأجد أنه ربما هذه السياسة خلال أربع سنوات القادمة سوف تأتي بنتائج إيجابية خاصة في أوروبا في محاربة التطرف والإرهاب أربع سنوات فترة طويلة نتحدث عن سنوات سيد جاسم نحن نتحدث عن أيدولوجيا متطرفة عن إعادة سياسات في المجتمعات الأوروبية هناك أخطاء وسياسات ناقصة لم تدرك سياسات أوروبا في موضوع المناهج والمدارس ومجتمعيا ربما المرحلة الأكبر والأهم تأتي بعد كل هذا بموازاته وبعده الفكر المتطرف سيد جاسم سؤال أخير هجمات مضادة لداعش نشهدها في العراق كنا نتحدث عن هذا الموضوع قبل قليل كيف يمكن أن يقوم داعش بهجمات مضادة فيما يتعلق بهذه الحرب الألكترونية ضده ما يتعلق بالهجمات المضادة هي هذه الشيء متوقع إذا تحففنا من ناحية الميدانية هذا الأسلوب هو يتبع أن هناك جيوب الالتفاب خلف القطعات مثل ما حصل مثلا في الموصل لكن هذه تكون عمليات محدودة ويتم معالجتها أما بالنسبة إلى الهجمات على مستوى الانترنت والهجمات الالكترونية أجد هناك تقلص في هذه الهجمات وبسبب الرصد والمراقبة المستمر على شبكات الانترنت وإن كان هو يحاول على إنشاء منصة منفصلة بعيد عن الرقابة لكن أجد أنه سوف يواجه أيضا الصعوبة في نشر الايدولوجيا المتطرفة أو هجمات الالكترونية أشكرك دائما على وجودك معنا من بون الألمانية سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات شكرا سيد جاسم